بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اليوم هنأخذ الدرس الثاني من مادة التاريخ وهي حضارات اليمن القديمة حضارات اليمن القديمة في بداية قبل ما نعرف بعض هذه الحضارات لازم نعرف اليمن نفسها أين تقع تقع اليمن حسب ما إحنا شايفين في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية طبعا هذه اليمن لها أسباب لظهور مملكتها إذن في عندي أسباب لظهور حضارة في ممالك اليمن القديمة طبعا إحنا بنحكي هون إذن في أسباب لظهور حضارة في ممالك اليمن القديمة سنتعرف الآن إلى هذه الأسباب وكان أول سبب من هذه الأسباب موقعها الجغرافي المتميز موقعها الجغرافي المتميز طبعا موقعها يشرف على مضيق باب المندب وعلى بحر العرب وعلى خليج عدن إذن كمان مرة موقعها جغرافي متميز كيف يعني متميز؟ لأنه يشرف على مضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عدن فبالتالي جعل موقعها أو جعلت عدن بوابة جنوبية للحضارات العربية القديمة إذن هذا جعلها البوابة الجنوبية للحضارات العربية القديمة يعني في النقطة الأولى هون زي ما احنا شايفين أول إشي بسبب موقعها الجغرافي المتميز هاي وحدة شغلتان لو حطينا على ما الذي جعل مملكة اليمن البوابة الجنوبية للحضارة العربية القديمة اللي هي موقعها الجغرافي المتميز الذي يشرف على مضيق باب المندب وبحر العرب وخليج عدم في عنا سبب تاني اللي هو قيام نشاط تجاري بري وبحري إذن سبب تاني أدى لظهور حضارة في ممالك اليمن وهو قيام نشاط تجاري بري وبحري ومن هاي النقطة منستنتج أنه يقسم النشاط التجاري في اليمن إلى قسمين بري وبحري إذن النشاط التجاري في مملكة اليمن هو بري وبحري حيث امتد هذا النشاط من اليمن جنوبا إلى فلسطين على البحر المتوسط شمالا سبب آخر لظهور حضارة في ممالك اليمن القديمة اللي هي خصوبة التربة والأمطار الموسمية وجود التربة الخصبة والأمطار الموسمية ساعد على ازدهار الزراعة في اليمن ساعد على ازدهار الزراعة في اليمن ممكن نسأل السؤال ما الذي يساعد على ازدهار الزراعة في اليمن قديما لخصوبة التربة والأمطار الموسمية الآن ننتقل هنا في عندي هل تعلم تسميات اليمن في هناك قديما كان هناك عدة تسميات لليمن أول تسمية هي اليمن نفسها ومأخوذة من اليمن والبركة اليمن مأخوذة من اليمن والبركة هاي أول اسم تاني اسم اللي هو بلاد العرب السعيدة بلاد العرب السعيدة من سماها هاي التسمية اليونان والرومان قديما أطلقوا بلاد العرب السعيدة على اليمن القديمة أيضا في عندي تسمية تالتة اللي هي اليمن الأخضر أو بلاد العرب العطرية هاي اليمن اللي سماها باليمن الأخضر أو بلاد العرب العطرية من اللي سماهم العرب إذن في عندي أربع تسميات التسمية الأساسية اللي هي اليمن المأخوذة من اليمن والبركة تسمية ثانية سماها إياها اليونان والرومان لليمن طبعا وسموها ببلاد العرب السعيدة تسمية ثالثة ورابعة لهم اليمن الأخضر وبلاد العرب العطرية وقد سماها بهذا الاسم العرب طيب لو سألنا لماذا سميت اليمن باليمن الأخضر لماذا سميت اليمن باليمن الأخضر هون في عنا السؤال آخر إشي واحد لازدهارها بالنواحي التجارية لازدهارها بالنواحي التجارية وحكينا إلها التجارة برية وبحرية ثاني إشي تنوع المنتجات الزراعية فيها تنوع المنتجات الزراعية فيها طبعا الإجابة هو موجودة عندنا في البوكس الأخضر السابق بآخر سطر عشان يكون عندنا إلى في عندي هنا شكل بمثل حضارات اليمن القديمة حضارات لليمن كانت موجودة قديمة هناك أربع حضارات طبعا في عندي أول إشي معين وعاصمتها قرناو ثاني إشي عندي قتبان وعاصمتها تمنع ثالث إشي حمير وعاصمتها ظفار سبأ وعاصمتها سرواح طبعا لو حكيت لك مثلا عرفيلي معين رح تحكيلي هي من حضارات اليمن القديمة وعاصمتها قرناو لو حكيت لك قتبان عرفيلي إياها رح تحكيلي هي من حضارات اليمن القديمة وعاصمتها تمنع لو حكينا عرفي حمير هي من حضارات اليمن القديمة وعاصمتها ظفار سبق عرفيلي إياها هي من حضارات اليمن القديمة وعاصمتها صرواح طيب الآن في عندي هنا خريطة بين إيدينا ورح تكون واضحة عندك في الكتاب طبعا حتى نتعرف فيها إلى موقع اليمن وأهميته في التاريخ طبعا هون موجود عندك بوسط الخريطة أرض اليمن أرض اليمن ومقسم عليها المناطق أو الحضارات اللي احنا حكينا عنها هاي في عندي فوق معين تحت حمير قتبان طبعا يحد يحد زي ما احنا حكينا من قبل يحد أرض اليمن نوعيننا البحار اللي هو البحر الأحمر اللي هو ما يسمى بالقلزم وعندي بحر العرب تمام إذن هناك بحار تحيط بمنطقة اليمن زي ما احنا شايفين اللي هو عندي بحر الأحمر اللي هو القلزم وبحر العرب طيب طبعا أهمية موقع اليمن هذا تم تعريفه إنه قبل شوي اللي هي في النقاط الثلاث اللي هي سبب ظهور حضارة ممالك مملكة اليمن أو حضارات اليمن طب في سؤال كمان آخر موجود عندنا حدد موقع ممالك اليمن القديمة على الخريطة حدد مواقع ممالك اليمن القديمة على الخريطة طبعا هيا الآن أنا حكيتها وراح عودها كمان مرة في عنا تمنع عاصمة المملكة قتبان اللي هي موجودة تحت بآخر الخريطة عندي قرناو عاصمتها مملكة معين هيا موجودة عندي براس الخريطة من فوق في الشمال عندي ضفار وعاصمتها مملكة حميار أيضا هي تحت موجودة عندي صرواح اللي هي عاصمة مملكة السبأ هيا عندك بنص الخريطة طبعا إحنا في المرة القادمة إن شاء الله بالحصة القادمة رح نحكي عن مملكة سبأ مملكة ثانية موجودة بين إيدانا مملكة معين مملكة معين مملكة معين حكينا عن الحضارات رح نحكي الآن عن المملكة مملكة معين رح نحكي عنها شوي أول إشي متى قامت هذه المملكة قديما متى قامت مملكة اليمن قامت في الألف الثاني قبل الميلاد في الألف الثاني قبل الميلاد طبعا رح نحكي أين تقع تقع في منطقة الجوف ما بين نجران وحضراموت تقع في منطقة الجوف ما بين نجران وحضراموت طب رح نسأل سؤال في عوامل ساعدت على ازدهار مملكة معين في عوامل ساعدت على ازدهار مملكة معين أول عامل سيطرت على الطريق التجاري البر إذن هاي المملكة تسيطر على الطريق التجاري البر ثاني إشي تم إقامة محطات تجارية فيها تم إقامة محطات تجارية فيها طيب لو سألنا إلى أين امتدت نفوذهم التجاري مش حكينا فيها سيطرت على الطريق التجاري البر طيب إلى أين امتد نفوذهم التجاري امتد حتى وصل إلى الشمال شبه الجزيرة العربية بلاد الشام العراق مصر وصلة ايضا الى الجزر اليونانية بعضها تمام طبعا عاصمتها الاساسية زي ما حكينا قبل شوي اللي هي قرناو اذا عاصمتها الاساسية هي قرناو المخطط البين ايدينا بيحكي لنا شوي عن مملكة معين باختصار هيك اول اشي بيجي بيحكولنا مملكة معين ما شكل نظام الحكم فيها شو شكل نظام الحكم فيها طبعا ملكي ويراتي اذا في عنا ملك ويتم تناقل ملكية هذه المملكة بالوراثة طب من الذي يساعد الملك في الحكم اللي هو المجلس الاستشاري طب شو لغتهم اللغة العربية اليمنية القديمة ما نحكي اللغة العربية ونسكت لا اللغة العربية اليمنية القديمة طب خطهم الخط المسند في كتاباتهم واستعملوا الخط المسند في كتاباتهم هذا كان نوع الخط طب ايش اشتغلوا؟ من فوق شو حكي انا احنا فيه تجارة هاي واحدة اتنين زيروا على انه اصلا احنا حكينا عن حضاراته بشكل عام قبل شوي اشتهرت بارضها الخصبة ادن في الزراعة ونقطة ثالثة الرعي ادن ثلاث اعمال اشتغلوا فيها يعني بماذا عامل سكان المملكة بالزراعة وبالتجارة وبالرعي طيب شو عوامل انهيار هالعاد كان عندي مملكة كان فيها حضارة فجأة صار فيها انهيار شو يعني انهيار؟ يعني بطلت مزدهرة بطل فيها حضارة ضعفة بمعنى تاني بسبب ايش؟ بسبب ضعف الحكام اللي مسكوا هذه المملكة فمما ادى الى استيلاء مملكة سبع عليهم يعني من استولى عليها؟ سبع على اي مملكة استولى على مملكة معين بسبب ايش؟ ضعف الحكام اذا هذا عامل من اسباب انهيار هذه المملكة وهو ضعف الحكام كمان مرة لو سألنا ما شك النظام الحكم فيها ملكي ويراثه يموجد عندنا في المخطط طب الاسئلة اللي بين ايدينا اللي هي تلخيص للدرس كامل قرنا وتمنع وبلاد العرب السعيدة هيعرفناها في بداية الدرس رح اجاب بشكل سريع على الاسئلة اللي وراها موقع معين زي ما حكينا قبل شوي في منطقة الجوف بين نجراني وحضراموت عوامل الازدهار لا معين زي ما حكينا اللي هي السيطرة على الطريق التجاري البري اقامة محطات التجارية وممكن نضيف عليها كمان امتداد نفوذهم التجاري حتى شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر وبعض الجزر اليونانية تمام شو عوامل انهيارها كان فيها ازدهار في اخر الوقت صار فيها انهيار بسبب ضعف الحكام اللي مسكوا هذه المملكة اللغة المستخدمة فيها حكينا اللغة العربية اليمنية القديمة طيب السؤال الثالث اسباب ظهور حضارة في ممالك اليمن القديمة اللي حكيناه باول الدرس الموقع الجغرافي المتميز قيام ناشط تجاري بري وبحري خصوبة التربة والامطار الموسمية مما ادى لازدهار الزراعة فيها السؤال الرابع عدد حضارات اليمن القديمة طبعا هي اربع حضارات معين سبع حميار وقتبان وبرضو حكيناهم في بداية الدرس وهيك اكتملنا الدرس واخره دعوانا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة